انطلقت يوم أمس وقائع الملتقى العربي للذكاء الاصطناعي في نسخته الرابعة والذي يأتي في إطار التعاون بين الهيئة العامة للرياضة ووزارة الداخلية ووزارة شؤون الشباب ويستمر حتى يوم الخميس المقبل وتهدف برامج هذا الملتقى إلى فتح أفاق جديد أمام الشباب العربي وتوجيه طاقاتهم نحو الإبداع في مجالات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي وللحديث أكثر حول هذا الموضوع يسعدنا أن يكون معنا عبر الهاتف سعادة اللواء فواز حسن الحسن آمير الأكاديمية الملكية للشرطة مرحبا بك معنا سعادة اللواء في نشرة الثامنة وبداية ما هو الهدف من تنظيم الملتقى العربي للذكاء الاصطناعي وكيفية تماشي مع رؤية الأكاديمية الملكية للشرطة بسم الله الرحمن الرحيم مرحبا أخي العزيز الحقيقة أن الهدف من الملتقى هو لفتح الأفاق أمام الشباب العربي وتوجيه تطلعاتهم المستقبلية نحو التعليم والعمل في مجال الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا المعلومات والأمن السبراني والحوسب السحابية وغيرها من المجالات كما يهدف إلى أطلاق القدرات الشبابية والقاوة الطوع على مواهبهم ودعمها والاستفادة منها ويعد الملتقى كونها فرصة لإيجاد قنوات التواصل بين الشباب في الوطن العربي وتوجيه طاقاتهم نحو ما هو مفيد كما يهدف إلى أعداد وتأهيل قيادات شبابية وطنية وعربية نرجو لها دور وإسهامات عالمية في عالم يشد فيها التنافس بين الأمم لبناء حضراتها على امتصار المهرفة وهذا يعني يلتغي ذلك كله مع رؤية الأكاديمية الملكية للشرطة التي تسعى لاستشراف أفاق المستقبل للوصول بها كصرح أكاديمي شرطي رائد على المستوى العالمي طام على مخرجات علمية وتدريبية فاعلة تأكس الصورة الحضرية لمملكة البحرين سعدة اللواء كيف يمكن للأكاديمية الملكية للشرطة أن تستفيد من مخرجات هذا الملتقى في تطوير البرامج التدريبية المستقبلية وما هي طبيعة التعاون مع الجهات المشاركة في هذا الملتقى نعم يجارك في هذا الملتقى العديد من الجامعات والمعاهد والشركات المحلية والإقنامية والعالمية العاملة في مجال تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي ويمكن التنسيق مع عدد من تلك الجهات وبناء الشراكات معها في تنظيم التدريب وتوفير البرامج التدريبية والالكترونية التي من شأنها أن تسهم في تطوير التدريب واستخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي في تحديد البرامج التدريبية المطلوبة وتطوير الاستراتيجيات والخطة التدريبية للوصول لبرامج التدريبية فاعلة لبناء وتطوير قدرات من تسبيل وزارة الداخلية نعم سؤال أخير سعادة الواء وهو عن رؤيتكم حول مستقبل الذكاء الاصطناعي في العمل الشرطي خلال السنوات القادمة نعم في الواقع أن تقنيات الذكاء الاصطناعي والحوسب السحابية أصبحت يشكلني معنى المستقبل بكل طموحاته وتطلعاته وتحدياته حيث يعد استخدام الذكاء الاصطناعي من أهم الوسائل المستخدمة في جمع البيانات وتحليلها وربطها وبناء الأنظمة والبرامج التدريبية ومن المعمل أن يسهم في رفع قدرات الكوادر الأمنية والشرطية باتخاذ التدابير والإجراءات الاستباقية في العمل الأمني والشرطي وهذا كله سيمكن الأكاديمية الملكية للشرطة بإذن الله تعالى من تحقيق هدافها الاستراتيجية بإذن الله سعادة الواء فواز حسن الحسن أمير الأكاديمية الملكية للشرطة شكرا جزيلا لك